تنضم إلينا الآن من باريس مراسلتنا عزة غريبة عزة أهلا بك إذن على ما يبدو بأن هناك تطورات في التحقيق المتعلق بهجوم نيس نتابع آخر تطورات معك نعم داليا وهناك تشديد للإجراءات الأمنية عند أماكن العبادة بالخصوص هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إضافة إلى وزيرة الدفاع الآن في هذه اللحظات ربما بعد ساعة من الآن سيصلون إلى منطقة النورماندي سيزورون كنيسة سنتيتين دو روفري وهي الكنيسة التي شهدت مقتل قص على يد داعشي قبل سنوات وذلك في رسالة قوية من الحكومة الفرنسية تريد من خلالها التأكيد على أنها ستحمي كل أماكن العبادة في فرنسا خاصة مع تزامن هذه الإجراءات اليوم مع عيد جميع القديسين لدى المسيحيين وفيه تتم زيارة المقابر وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية أيضا عند المقابر هناك أربعة آلاف جندي سينتشرون في إطار عملية سنتينيل وسينضمون إلى 3000 منتشرون حاليا في كافة الأراضي الفرنسية ولكن الانتشار الذي بدأ بالفعل شهدته مدينة نيس التي عرفت هجوما إرهابيا قبل يومين منفذ هذا الهجوم وهو تونسي مهاجر تحسن وضعه الصحي لم يعد في حالة الخطر ولكن من الصعب على الشرطة التحقيق معه حاليا هي تنتظر تحسن حالتها الصحية بشكل أكبر لتتمكن من استكمال التحقيق وفي الوقت نفسه هناك توقيفات تجري على هامش التحقيقات هناك ثلاثة أشخاص قد تم توقيفهم شخص أوقف يوم الهجوم وشخصان أوقف ليلة أمس ويجري التحقيق معهما الشرطة تشتبه بأن كانت لهم صلاة أو اتصال على الأقل عبر الهاتف مع منفذ الهجوم وهي تبحث ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد قدموا للمهاجم أي تسهيلات لوجستية في تنفيذ هذا الهجوم نعم شكرا لك مراسلاتنا عز غريبة كانت معنا من باريس اشتركوا في القناة